ايه رأيك في الفستان ده يا إيمان؟ بصراحة هو جميل جميل لكن مش لدرجة 140 جنيه منزل نشتري قماش وعملك أكوب نص التعمل نروح نشتري قماش أوكي وما تتخانقش مع البيعين أنا بتخانق يا وردة يا ريتك بتتخانق يدالتي بتلمي الشارع علينا الظهر بقى نفسيتي تعبانة يا وردة ما قلتلك الحل وانت اللي مش راضي وهم في الجامعية بيفرقوا يا رسان يا وردة عاملين مشروع عشان يجوزوا البنان هتخساري ايه؟ تعالي نروح ونشوف ولا تحب نقدم طلب في مكتب من بتوع الجواز؟ لا لا المكاتب دي سمعت انها بتشتغل من غير ترخيص يعني المشاكل اللي جاية من وراها أكتر من مشاكل النفسية مش كلها يا إيمان فيهم بيبقى معاه ترخيص سمصار ايه؟ ايوة كده اتحكي اتحكي يا جميل النبي تبسل ها ان نروح الجامعية؟ ها ان نروح الجامعية لسه بيجينا طلبات قلنات على سلسلة التحقيقات اللي عملتها يا سماهر سلسلنا كتير يا رايس اي واحدة للحمد لله انها خلصت دي صاف فضلت مرقباني أسبوعين بعدها انت ومراتك سلوك وفضلين واضح ان انا مقصر في تكليفكم شو والنحياد واضح يا رايس نفسي صافة تتكلم بمهمة في بلاد اعالي البحار عايزك تدور على حدثة مرتبطة بجوازها حصلت في مكتب تزوي جمهر يا رايس ما احنا عملنا الموضوع وخلص يعني مش عايزين القارئ يحس ان احنا بنعيد نفسنا ولوكرر نفسنا ما انت عارف اننا بنعيد موضوعات قديمة عشان الاعلانات اللي جاية على حوادث مكاتب التزويج لكن الموضوع ده بينفع لما المؤلن بيتغير لكن المرة دي بقى المؤلن عمل حملة نص سنوية معانا وادبيا يا حبيبي لازم ننشر له موضوعات جديدة يا مار احنا كل اسبوع بننصر موضوع جديد يا رايس المؤلن طالب ان اعلانه يتخط في حدثة عن مكتب التزويج ده منتج ايه غريب ده احنا مش في المنتج يا مهر احنا في الحوادث اللي المفروض تكون في المطبعة خلال خمس تيام اعلانات ايه اللي حتشغلنا دي؟ ده انت ناوي بقى تدخل في سراء مع رئيس مجلس الإدارة بقى انت وصلت الحدودة لرئيس مجلس الإدارة؟ دي قاعدة صحفية هامة ازاي مش عارفة؟ الفلوس اختصاص مجلس الإدارة ورئيسها يا احصل اللي احصل يا صافي اللي مبقيتش الصحفة اللي تبقى حرانكش حرانكش؟ انا محب الحرانكش رئيس التحرير عايزك تبيح حرانكش؟ المبيعة ايه يا انت يا Nick去 tops وكتب اسمك علي عالبيوت وإحنا إيه بنا قاعدين هوانم معززين مكرمين مش بنتدلل على العرسان اسقطي شوية يا إيمان الراجل جاي علينا السلام عليكم وعليكم السلام قالونا إننا نسيب بيانات البنات عندك آآ اللي طالبين العدل إيه؟ استني عندك حاجبلك عنوينهم والتلوفلاب بتاعتهم نعم إنت هتقضي حياتك مستغربة يا إيمان اصبري لما نشوف هترسى على إيه أنا لو انطبقت السامع على الأرض لا يمكن أتجوز بالطريقة دي مش مهم الفداية سكوتي بعد ممكن تسكوتي؟ ممكن تسكوتي وتقطعي الورقة اللي معاك دي؟ لستة العرسان وأعنونه وتليفوناتهم أقطعها؟ مش عايزة تقطعيها يا حبابتي أقطعها أنا قطعتي تليفونات العرسان؟ اللي اتصل بالعروس اللي يعجبك قال هو لازم أنت لتتصل أي راجل فعلاتكو يا إيمان ومين الراجل اللي أقدر أتجيله اللي لسه دي؟ وما يشكش فيا با وليه يا أبا؟ إيمان كبرت بقى ولازم نسطرها كل فولة يا ابني وليها كيال وأنا عندك كيال يا أبا منتوبها أختك متعلمة ومتوظفة ما هو مش هنسطرها وانسيبها اتعنس عشان مش لقيني اللي يلق بيها خلص الكلام يا مخلص يا عم مخلص ما تفضها أبوك ملوش مزاج واختك ناف شرشها أبويا ما يعرفش إنك إنت العريس يا شعبان كمان؟ مما أنا أعرف إن العريس على زمته ثلاثة واحنا مش هنقول إنك متجاوز يا شعبولة العقل دي باباطل انت عايز تلبسنا قضية تزوير ولا إيه؟ خليك معايا يا شعبان الكلام قدام المأزون حاجة والكلام مع أبويا حاجة تانية ها؟ في إمتى؟ خلاص يبقى خلصنا جواز نخش بقى حالشغل هطف هطف بطخة حامرة المحل ندفع في نوصك والعقد اللي بينه بيناك المحمد يكتر وساكت وساكت يا شعبولة ساكت مش عارف رأسي من رجلي وياك يا مخلص من بكرة يا شعبان هرسم لك إزاي تقاب الإيمان هنخليها هي اللي تغصب على أبوها اسمع يا مهر حظر التجول اللي انت عامله مع رئيس التحرير خلاص خلص الله 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 إيه؟ إعلان الأحكام العرفية ده ولا إيه؟ مش هنقعد شهري بجهز في تحقيق عن إهدار طاقات وفلوس الشعب وبعدين الشعب اعترت رئيس التحرير مش فادي ناقشني عشان بيدور على حضرتك يا أستاذ على العموم أنا طالع بكرة قضية التلبس حاود دهله بعد بكرة مش هستنى لبعد بكرة يا مه أباد في مصرح الجريمة عشان تعرف تقول للرئيس اني مش موجود وانت وثقة من نفسك رايح فين يا مه؟ طالع المؤاطم هو عامل في نفسك ده ليه؟ متنكر؟ لا طبعا هو لبسه كده البيئة سيدي صاحب مكتبة دينية وطول النهار بيفتي بالحلال والحرام هتمسكه في حال التلبس همال الاول اللي انت شايفه دي طالع معانا تعمل ايه؟ ده انتوا جايين بقى للشيخ شخصيا احنا دايما بمشت المؤاطم لكن الراجل ده بقى متوسع عليه ليه؟ هو عنده خصوة مع حد مهم؟ هاعرف وهبلغك المهم انه صاحب واقعت للادي يا شعبان احنا بقلنا شهرين بنتقابل ولغاية دلوقتي مش راضي تقولي هتيجي تقابل بابا امتى؟ تفتكر انا بقابلك ليه؟ ما انت قلتلي عشان نتعرف على بعض وعرفتك وعرفتيني وفهمنا بعض لكن فاضل ان اعرف طلبات السيدة الواقع وهنت يا شعبان لما تيجي البيت وتقابله هتعرف طلباته عايز اروح جايز يا امان ما عنديش استعداد اروح ويقول لي لا مش اقدر استحمل حد يحسسني اللي ممكن ابعد عنك سنة واحدة ها؟ انت بقي تحياتي انت نبدأ قلبي اللي بعيش بيه الحياة بالنسبالي بقت ايمان ايمانه بس يا حزابط ايه ده ايه ده ايه ده هتسيبهم لحد ما الوضع يبقى اكتر من فعل فضع في الطريق العام اي مأمورية بيبقى متوسع عليها بسيبها زيادة شوية عشان ما تجيش فيها في الاخر ويطلع الزابط هو اللي جاني الله يعني ايه هتسيبها لما تبقى تلبه الشرعي وبتوها تنظيم الاسرة يا حضاره كمان سعيد بلغت ديسكي حجز لنص الصفحة الأولى والعنوان أخو بارلمانية يقبض عليه متلبساً في الطريق العام مهر مهر أنت تأكدت أن أخو عضوة في المجلس ألا أكيد يا ريس ده أنا مستقبال يضيع فيها لو الخبر طالع غلط طيب خدوا أقوال شعبان بعد الوقعة بيقول أنها بنت أخته عضوة مجلس الشعب وكان مغمى عليها وبيحاولوا فوقها والبنت أقلت إيه شعبان خطيبي 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 وقارفت حدي مع أخويا كمان ده لو جوزك يا هانم القانون يحبسكم عن الوضع اللي أنتوا كنتوا فيه يا حضرة الزابط أرجوك أنا بنتي كويسة أوي والله أنا 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 مش بنتي من إياهم صدقني والله الغزيم أنا بنتي محترمة والله الغزيم يا حضرة الزابط حتى أسأل عندي والزابط سبع يا ماهر هو متعاطف معه لكن مشكلة الحادثة دي أن الزابط طلع يجيبهم ما قابتش عليهم بالصدفة البنت صحيح غلطت لكن كمان مش لازم نفضحها ونضيع مستقبلها رئيس حجز للتحقيق نص الصفحة الأولى يعني حكايتها مصر كلها هتعرفها بقولك يا ماهر كلمت ديسك تشيل أي إشارات تدل على البنت قوم كلمهم بسرعة قوم يا ماهر بكلمهم يا صافي بكلمهم ألو أيها يا سعاد وصليني ديسك التحرير أنا صاحبة إيمان يا فين ما صفت الرقبة دي من ليلة البارح لو شفتها هقطو مرقبتها ما تقطب مرقبة خاطبها شعبان مالو الدفع اللي خليك تخطب لأختك من وراء أبوك وانت مالك يا ستنتي أختك مرمية في التخشيبة يا أستاذ بسبب شعبان إيه؟ أنت متخرفة تقولي إيه؟ أنا جاية لحضرتك يا عم عبد العاطي في موضوع شخص أمور يا بنت شعبان متقدم لأختي أسمعت إن حضرتك يعني مرتتش تجوزوا البنت أقتر أعرف السبب شعبان ما يلقش البنت دم عاده بلوق وهي متخرجة من الجامعة ووياها الشهادة الكبيرة وبعدين يا بنتي مفيش أب يرضى إن بنته تتجوز راجل على زميته تلاتة إيه؟ هو متجوز تلاتة؟ لا هو أبوك ما أعرفش ما عشان كده أنا جيت أسألك يا عم عبد العاطي ربنا يسطر على بناتنا وبنات الناس كلهم وأنا هضيعك يا شعبان زي ما ضيعت أختي قبت حلسك لحد يسمع عجزاتك إنت إيه؟ مش هيفني راجل قدامك ما في راجل يقبل على روحه وعلقته الليد قابلته أنا غلطان إن صدقت كلبي زيك بقى حمقتك دي كلها عشان روحت للمحاملة وعلقت إنه ما فيش عقد شراكة بتجاهز ولا حاجة وعشان كده هضيعك يا شعبان نزل إيدك بدل ما أجيب رجلك في التحقيق وقال إنك واخد أجرتها مني يا أستاذة صافي إيه أستاذة صافي؟ ده إيه الرسميات ده يا زوج العجيب رئيس التحريل كلفني ندمج حدثة ضرب مخلص وشعبان في الاسم بالموضوع بتاعك الخاص برفع الحصانة على عظم مجلس الشعب لأ طبعا أنا معترضة اعترض على الرئيس بقى وروح وقوليله هقول إن الأفضل نشر الموضوع مع حوادث خاصة بالأعضاء مش قريبهم مش كده بتاع الحوادث الله يروح يبلغ رئيس التحرير بدل ما يخلين أنا بطل الحادثة الجاية موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة